طيب النهاردة برضو يعني أكتر اطمئنانا طبعا وإحنا بنتكلم عن دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي اللي بيعلن النهاردة سلبية المسحة الطبية اللي أجرها الفريق كله مبارح طبعا بنستعد لمواجهة الانتاج الحربي زي مقولنا بكرة في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورة الممتاز النهاردة اللعيبة بالجهاز الفني أجروا تحليل الراب التست وفقا للبروتوكول الطبي طبعا المتابعة قبل المباريات الرسمية دي وفي ظل طبعا زي ما احنا عارفين احنا النهاردة بنتعايش مع كورونا فيروس الأهل إميرانو الأخير بكرة العصر وعصر النهاردة وبيعلن المدير الفني موسماني قيمة الفريق اللي بتدخل فيه معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بكرة إن شاء الله إن شاء الله كمان الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا ده بيأكد سلبية المسحة الحمد لله المسحة الطبية التانية اللي أجراها مرون محسن مرون محسن بيجري المسحة التانية الحمد لله جات سلبية اتأكد من جهزته طبيا للمرحلة اللي جاية قال طبيب النادي الأهلي إن مرون جاهز للفترة اللي جاية هيخضع طبعا قضع لمسحة أولى كانت سلبية تم إجراء مسحة تانية الحمد لله وده طبعا لاتمأنان على جهزية مروان والحمد لله كانت المسحة سلبية وبالتالي مروان الحمد لله يعني بيشارك كمان في التدريبات لكن أكيد هكون في تدريبات تأهلية يعني دايما اللعيف أثناء كورونا بيبقى يعني طبعا في عزل شوية لكن لما عودته إن شاء الله يعود سريعا بيكون في بعض الجلزات في الجيم بيعمل بعض التدريبات البدنية هيستجمل برنامجه التأهيل بالجاري حوالين الملعب وهينافس بعض الفقرات التأهلية تحت إشراف طبعا الجهاز طبي دا قبل ما يخش إن شاء الله للتدريبات الأساسية مع الفريق بإذن الله طيب العلي معدول كمان النهاردة عالي طبعا يعني لاعب الفريق الأول كرة القدم في النادي النهاردة كان في المرون الجماعي كان بيتلاعب النهاردة العصر على ملعب التاتش بعد ما خضع لفحص طبي قبل التمرين النهاردة كان فيه تأكيد من جهازيته عارفين إنه معلول بتعرض لكدمة خفيفة في الخدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة اللي كانت مبارح الجهاز الفني أو جهاز الطبي فضل خروجه من المرون قبل نهايته كإجراء طبعا احترازي وإن شاء الله برضو يشارك بكرة بإذن الله طبعا مهم جدا علي معلول من الأوراق الربحة والمهمة جدا جدا فريق النادي الأهلي بيقدي مستويات أكثر من رائعة وطبعا راحته والحفاظ عليه ده مهم جدا إن شاء الله المشوار لسه طويل وعلي معلول من اللاعبين المميزين جدا في النادي الآن ترجمة نانسي قنقر